هو لا مفر عندما تحدث كوارث ضخمة كهذه تضرب بالبنية التحتية بتأثر في حياة الناس أن تبدأ السجالات بين الفرقاء السياسيين في المطبوعة وهذا شهدناه يعني الآن في تركيا هناك اتهمات متبادلة لكن الملفت للنظر أن المعارضة التركية في استغلالها أو في محاولة الاستثمار في هذه النكبة الحقيقة أنها تستخدم أساليب غير أخلاقية يعني أنا شبهت المعارضة التركية بالأنظمة العربية يعني المعارضات العربية مضطهدة لكن المعارضة التركية علاقتها بال يعني في نوع من التماهي بينها وبين الإعلام الغربي وحل درجة أنا سمعت لا أدري من كان أظن وزير الدفاع التركي لا ليس وزير الدفاع التركي أحد المسؤولين للأتراك يوجه رسالة شديدة اللهجة للسفير التركي في أنقرة نعم للسفير الأمريكي للسفير الأمريكي في أنقرة ويقول له ارفع أياديك القذرة عننا ونحن نعرف الذين تتعامل معهم يريدون أن يثبتوا أن هذه الكارثة السبب فيها هو الحزب العدالة لا أردغان شخصيا وأردغان شخصيا وللأسف منذ بداية الأزمة معظم التقارير التي تشهدها في وسائل الإعلام تصب في هذا الأمر يعني يجيبوا لك مثلا معارض موجود في الولايات المتحدة الأمريكية يقول له ما رأيك في هذا الذي حدث فببدا يتكلم كلام مرسل لا ندري يعني كم فيه من الحقائق وكم فيه من غير الحقائق يعني لو أن هناك فعلا حقائق تثبت أن هناك جهات مقصرة تسببت في هذه الكارثة بأي درجة من الدرجات تعاقب أمام القانون لابد من المساءلة والمحاسبة لكن أن أتحول ذلك إلى سجال سياسي للأسف وتمكين خصوم تركية في هذا الوضع خصوم تركية في الغرب بالذات يعني هذا شيء مذهل صحيح وهذا الفرق بين المعارضات في الدول المتقدمة والمعارضات في الدول المتأخرة المعارضات في الدول المتأخرة تتماهى مع عداء وطنها نعم المعارضات في الدول المتقدمة بالرغم من خلافها السياسي مع الحكومات إلا أنها تنظر للمصلحة الوطنية وبالتالي إذا كانت المصلحة الوطنية لبريطانيا أن تقف ضد الفلسطينيين فالمعارضة والحكومة تسير بنفس الخط وإذا كانت التأييد هو لأوكرانيا فالمعارضة والحكومة تسير بنفس الخط بالرغم من الخلافات على خلاف المعارضات في الدول النامية وخصوصا هنا أتحدث على الدول العربية الدول العربية وتركيا أيضا من جملة لكن هناك فرق في تصوري أن في منطقتنا في المنطقة من الشرق الأوسط في تقديري أنا الشخصي أن هناك ثلاثة دول بالرغم من عدم اعترافي بإسرائيل أن هناك ثلاثة اللي فيها نظام سياسي إلى حد ما مقبول اللي هو في تركيا وفي إيران وفي إسرائيل الدول العربية ليس فيها نظام سياسي لا حكومة ولا معارضة وبالتالي نجد الفوضى بأي واحد ممكن أن يتكلم في أي مجال سواء كان ضد الوطن وهذا بعد شوية لحنا نتكلم على تونس هذا تونس مثل واضح أن تقوم الأحزاب التونسية بتدمير وطنها لخلافها مع الحكومة أو مع النهضة يا أخي هذا لا يوجد في الغرب يعني حينما هاجمت بريطانيا وقررت توني بلير أن يغزو العراق بالرغم من المعارضة الشعبية الحكومة والمعارضة صارت مع بعض وفي الحقيقة غزو العراق كان الحالة الوحيدة التي قامت بريطانيا بحرب بتأييد المعارضة صحيح وليس الحكومة أي أن المعارضة في الدول المتقدمة تنظر إلى المصطحة الوطنية بينما المعارضة في الدول النامية لا تنظر إلى هذا لأن في الأصل في هذه الدول كاين حكومات وكاين معارضة وبالتالي كاين نطاق سياسي يدور حول النقاش وإن كان هناك الاستثناءات بالمناسبة أنا أكيد أنا دع عمم مثلا كوربين كان ضد الحكومة وهو يقود الحزب المعارضة الأكبر حزب العمال لمدة سنوات قبل إيطاحها به كان يعارض تماما السياسات الحكومية في الخارج في قضية فلسطين مثلا ولذلك أعطاه به لكن هنا موجود نظام سياسي وهذا النظام السياسي لديه أطراف هذه الأطراف في بريطانيا مثلا تجد الحكومة الظل أن هناك حكومة أخرى تماما مقابل الحكومة القائمة تواجهها وزير بوزير مسؤول بمسؤول لكن نحن ليس هناك أنظمة سياسية صحيح هناك ديكتاتوريات إما عبر الوراثة وإما عبر الدبابة وعموما كلاهما يستفيد من الآخر وبالتالي لم يبقى للمعارضات أن تكون معارضة في الحقيقة ولذلك أنا دائما أصر أننا نحن مقاومة ولسنا معارضة تكون المعارضة عندما تكون هناك حكومة وهذه الحكومة المعنى السياسي صحيح صحيح المعنى السياسي وتكون المقاومة عندما يكون هناك الطغيان والديكتاتورية والاستبداد هذا هو الفرق لذلك هم موجود المصلحة الوطنية لأن هناك دول وقائمة ومعارضة متفقين على المصلحة الوطنية بشكل عام يختلفون في الداخل خلافات شديدة ولكن في الخارج عموما يتفقون عموما دائما هناك استثناءات لكن نحن عندما يكون السيسي يخدم الخارج أو قيس سعيد يخدم الخارج أكثر مما يخدم الداخل أو جنيرات الجزائر يخدمون الخارج أكثر من الداخل ماذا تريد للآخرين؟ كيف تتمهى معه؟ بالحكس أنت تريد تحرير الوطن وإعادة الأمور إلى نصابها لأننا لدينا وكلاء وليس حكام حتى هذه الدكتاتورية تحولت مع الوقت لأنها أصبحوا وكلاء ليس أكثر يستمر رخي بهذا الكلام وخلينا نصير كليتنا متهلين لأننا ضد الحكومات ولذلك عندما تواجه الحكومات هذه الدول الحكومات الغربية بعض الأحداث الكبرى عادة ما ترى أنه تتداعي الحكومة والزعماء السياسيين ويظهروا لأمام الرأي العام موحدين أصلا يلتقطوا حتى صور وهم يتبحثون كيفية مواجهة هذه الأزمة مثلا أحيانا عندما يحدث عملية إرهابية كبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية أذكر أنه جورج بوش استدعى كل الرؤساء السابقين الأحياء وتشاور معهم كيف يرد على أحداث 11 سبتمبر فرنسا في الأحداث التفجيرات الإرهابية ساركوزي استدعى كل الرؤساء السابقين وبينما للأسف شديد في بلداننا النكبات يعني الأحزاب تستثمر في نكبات بعضها البعض والمعارضة تستثمر في نكبة البلاد وليس في نكبة النظام السياسي ولذلك ما حصل في تركيا الحقيقة يعني فعلا فيه نوع من استغلال واستثمار في النكبة من أجل تسجيل نقاط ضد النظام السياسي القائم بينما الأمر الآن ما زال مفتوح قد يعني ينجح إذا استطاع أردوغان أن ينجح في احتواء تداعيات الزلزال والرد عليه ويجد يعني السبل الكفيلة بيعني معالجة آثار هذا الزلزال المدمر في تقديري أنه قد يكون هذا نقطة إضافية في مصلحته في الانتخابات القادمة ويعني بالعكس على عكس ما تعتقد المعارضة أنها ستستعمل هذه النكبة من أجل يعني تحقيق فوز على أردوغان في تقديري قد يحصل عكس البارحة أعلن التركية البدء بإنشاء ثلاثين ألف وحدة سكنية نعم وهذا بعد الزلزال بعد أن لا تزال البنايات صحيح لا يعني هو الحقيقة أنا يعني أولا إحنا طبعا الظرف التركي الآن ظرف استثنائي لأنه إحنا في معرض انتخابات الانتخابات رسميا ستبدأ أو حملات الانتخابات أساسا كان المفترض أن تبدأ بعد يوم تسعة ثلاثة يعني بعد أقل من شهر ولكن إحنا الحقيقة في معرض الانتخابات المعارضة تشكلت من هذه الستة ويجدون أنه من خلال يعني تجمع المعارضة بهذا الشكل أنه عندهم فرصة قد تكون يعني متميزة واستثنائية ولا سابقة لها في أنه يحقق الفوز على أردوغان فلذلك طبعا الخطابات دائما في أي بلد من البلدان عند الانتخابات أنت تعرف أن هذه الخطابات هي لأجل خدمة الحملة الانتخابية زد على ذلك أن هناك أساسا في تركيا خلال السنوات الماضية وبسبب أسباب كثيرة موجات الهجرات الكبيرة استوعبوا ثلاثة ونصف مليون إنسان لاجئ من سوريا هذا الرقم رقم هائل وهذا من سوريا فقط من سوريا فقط وطبعا غير من أفريقيا ومن العراق ومن اليمن ومن مصر فهذه ثم الأزمة الاقتصادية التي ربما بعضها كان طبيعي بسبب حركة الأسواق وبعضها ربما كان مفتعل ثم بعد ذلك يعني بعض الأعمال الإرهابية التي تمت وآخرها هذه حادثة تقسيم وبا كورونا وبا كورونا قطعا تركيا في وسط في قلب الحدث الأوكراني الروسي وكانت في وضع الحقيقة قلق يعني في بداية الأمر لم تكن قد حسمت أمرها في أي طرف من الأطراف لأنه هي عندها إشكالية أو عندها قضية مع الطرفين وعندها مصالح فزد على ذلك أن هذه الأجواء خلقت ظرفا مناسبا لأجل بروز العنصرين اليمينين الذين يعني يحملون خطابا قميئا خاصة بحق السوريين لكن بشكل عام بحق كل واحد هو غير تركي وهؤلاء وجدوا لهم منبرا وهذه الورقة أصبحت هي ورقة يعني الأحزاب المختلفة تتلاعب بها أخذا وردا لكن بقيت موجودة لأنها هي تخدم الحالة التنافسية السياسية فالحقيقة الوضع استثنائي الوضع استثنائي بكل ما في الكلمة معنا السؤال هو الآن أنه هذا الزلزال الذي وقع الآن والذي يرشح أنه قد تكون هناك مطالبة بالتأجيل الانتخابات أنه لا يمكن يعني أنت أولا عندك أنت ملايين البشر الذين تضرروا وخرجوا من بيوتهم فكيف ستكون انتخابات في ظل هذا الوضع الأمر الثاني أنه عمليا الشعب التركي بالأخص يعني نفسيا مصاب مفجوع فكيف تقيم انتخابات وتريد أنه يوازنون بين هذا الحزب وذاك الحزب أو هذه السياسة أو تلك السياسة بينما هم في حالة يعني الشعور بالفاجعة فستكون هناك رغم أنه في محددات دستورية لكن أنا باعتقادي أنه سيكون هناك دفع بتأجيل الانتخابات ربما إلى نهاية العام المسألة هي أنه يعني ضمن هذا كل ما هو مستقبل الدولة التركية ما هو مستقبل النظام التركي يعني في ظل هذه التجاذبات الحالية اللي واقعة وهذا الضغط الهائل الذي مورس من قبل يعني بسبب الزلزال ما الذي يعني يحمله المستقبل القريب بالأخص أنت أشرت إلى أنه في موسم الانتخابات وفي موسم الانتخابات شيء طبيعي أنه تحصل هذه السجالات والانتقاد والحديث عن النجاحات والإخفاقات إلى آخره لكن أنا لا أثق بالمعارضة التركية لسبب وحيد يعني في بعض الأمور التي يقولونها أنا ليس بإمكاني أن أعرف إن كانت صحيحة أم لا يعني هم بالدعو أمور يصعب على مثلي أن يعرف مدى صحتها لكن الذي يجعلني على يقين بأنها معارضة غير شريفة هي العنصرية التي يحرضون الناس عليها يعني التحريض على السوريين والتحريض على العرب والتحريض على الأجانب هذا يعطيك دلالة على نوعية هذه المعارضة معارضة غير شريفة بالتأكيد لأن معظم العرب الذين يعيشون في تركيا ليسوا عالة على تركيا هم جاءوا معظمهم جاء باستثمارات بأموال وشارع عقارات وكما يقول المسؤولون الأتراك أنفسهم هؤلاء ساهموا في دعم الاقتصاد التركي لكن لا تنسى هذا عنده أبعاد تاريخية في الحقيقة يعني إسقاط الخلافة وقيام جمهورية تاتا ترك كان من بين أهم خطابها أنه الابتعاد عن العالم الإسلامي نهائيا كان انقلاب هائل ثم برز الخطاب الوطنجي التركي اللي هو ضد الأكراد أيضا يعني بشكل فضيع هي هي القومية ما هي القومية شوفينية هذه هي القومية شوفينية في الحقيقة ليست فقط ضد العرب هناك أو ضد اللي يدين يأتون من لكن ضد الأفغان ضد الأجنبي تجد شيء أنا كنت فوجئت أنا أول مرة زرت تركيا كان في 86 ففوجئت أنها لا يتحدثون لغات أجنبية يعني بالرغم أنها بلد سياحي هائل ترى إلى عهد قريب نعم الآن العربية تنتشر هناك والإنجليزيين الجيل الجديد الآن أصبح أكثر أكثر مفتاحا لكن فوجئت فوجئت بشكل هذا بلد بلد مغلق كان لكن سياحة فيه بشكل رهيب في تلك الفترة ضمن العربية كل الدول كانت مغلق إسبانيا نفسها كانت مغلق لكن ليس بالحق لا يتكلمون أي دول إسبانيا بس تعرفت الأتراك القوميين عملوا حاجة في غاية الخطورة أنا كنت قبل بالأمس أو أول أمس أشاهد مقطعا لأحد الكبار السن في تركيا أظنه مؤرخ يعني الرجل له وزن فنبهنا إلى أمر في غاية الخطورة قال عندما تحولت تركيا من الأحرف العربية إلى الأحرف اللاتينية ماذا حدث؟ طمست تاريخها بالكامل التاريخ العثماني نحط في خزانة وتسكر عليه قال الجيل الجديد الذي لا يعرف كيف يقرأ العربية ولا يفهم كيف يقرأ العثمانية ليس بإمكانه أن يستفيد من كل الأرشيف العثماني يعني أتى ترك ومن على خطاه أجرموا في حق الأمة ليس فقط الأمة التركية بس الأمة الإسلامية كاملة هذا تراث كامل بين ليلة بين عشية وضحوها أصبح الأتراك تقريبا كلهم أميين كلهم أميين بدون تاريخ لأنهم تغيرت اللغة التي كانوا يقرؤون بها وانتقلت إلى لغة أخرى ترجموها إلى اللاتينية فلم يعودوا يفهموا شيء بين عشية وضحوها طبعا كان منع آذان كان أشياء كثيرة جدا فهذا الإرض تستدعي هذه اللغة هي الأخطر على الإطلاق طبعا نصور كيف كل تاريخك راح ألغى على الأقل ستمائة سنة من التاريخ التركي العثمانيا لكن الإشكال هو هذه بعض طبعا فيه الأحزاب وهي أتاتركية حتى فترة سابقة وما زالت تجدون صور أتاترك في كل مكان حتى في العملة حتى في بالرغم من الدمار الهائل الذي عندما تنظر بكل واقعية وبكل حياد مما فعله في تركيا تقزيمها إلى تركيا أنا مرة حدثت مع واحد من الأساتذة الأتراك قلت له يا أخي أنتوا تعلمون أطفالكم فرنسي وألماني وإنجليزي قلت له أخي علموهم هذه الثلاثين حرف اللي هي ما حرف عربي حرف عثماني علموهم هذه يستطيعون قراءة كل شيء تاريخه قلت له معقولة أنه أنت أبوك مألف كتب أنت عندك بالبيت مش قادر تقرأ قلت له أخي قلت له هذه إعادة هندسة المجتمع بالطريقة الخطأ طريقة عنيفة عنيفة جدا قلت له هذه هذه أنتوا بالنسبة لكم ما مطلوب منكم ترجعون قل لي إحنا ما نخشى من إذا رجعنا إلى هذا لحيرجع التأثير الإسلامي في تركيا قلت له شوف أخي رجع رغما عنهم قلت له تركيا قلت له الفرد التركي قلت له حتى أنت شخصيا من أمك تموت لحجيب لها واحد يقرأ لها قراء صحيح وتوديها بالقبور قلت له فأنت لا تقول لي أنه يرجعون إسلام الأتراك ما طلعوا من الإسلام حتى لما سويتوا الأذان بالتركي الناس بقى تتصلي بالعربي والقرآن يقرو بالعربي قلت له هذا هذا عذر غير مقبول قلت له أنا دعقول هذا الكلام قلت له أمانة أقول لك يا أنا بالنسبة لي عندي مشاعر طيبة تجاه تركيا قلت له أنا آسى أنه تركيا اللي عندها خزين هائل من الثقافة والاقتصاد والأدب والتاريخ والعلوم والفن باللغة التركية القديمة اللي هي العثمانية كلها هذه أصبحت غير متاحة لأحد بدون مبرر لكن أخي أنا سنتقلت على موضوع تأجيل الانتخابات أنا لا أظن أن أردغان سيؤجل الانتخابات هذه فرصة أن يستمر بها حتى يفوز فأنا أعتقد أن الانتخابات ستجري لأنه هذه الفرصة الآن أردغان روّ الشعب التركي أنه بقدر المسؤولية التجاوب اللي صار الشعبي وردود فعله تكليف الوزراء ما لكل واحد يروح إلى المنطقة حضورهم إلى هذا الدعم اللي يقدمه أعتقد أن هذا سيكون مكسب انتخابي إذا ننسى كل العوان وبالمناسبة تأكيداً لكلام عفواً بس أنا سمعت أنه كرئيس يملك تقديم الانتخابات وليس تأخيرها تأخيرها أكو إشكالية دستورية بالضبط في قضية التأخير بس يعني تأكيداً لكلامك أستاذ صباح إحنا بدأنا بالحديث عن التليفون اللي هو حملة جمع التبرعات والتي بلغت ثمانية ونص مليار دولار هذا الحقيقة من جهة ما هو تعبير عن ثقة الشعب بمن يدير الشأن ويتعامل مع هذه الأزمة والكارثة إذا أنا ما عندي ثقة بالجهة التي يعني تحاول علاج تداعيات الكارثة ما عندي تبرع لها ما راح أمطيها راح أوكل للناس الجواعة أكفى الأيتام كذا يعني بحيث أبعد المسألة عن من لا أراه كفأاً قضية التبرع وبهذا الحجم وبهذه السرعة هذه في ليلة واحدة الحقيقة هو أنا باعتقادي هو تصويت ثقة تصويت ثقة بالإدارة لذلك أمم سيستمرون في الموعد مع الانتخابات وهذا ما زال موضوع يعني جدل في وسائل الإعلام التركية وبين الناس لكن الناس الآن مهمونين بالكارثة تونس شوكت لعيسوا انتخابات لما يعتق الباقي كل جماعة النهضة هذه بالعراضية كم وحرشة كم واحد صاروا من النهضة معتقلين لهو الحقيقة غير النهضة عملية الاعتقال نهضة سابقا أعدل الأشياء قسمة بين المعارضين الآن فهي طالت شخصيات مستقلة لا تنتمي لأي حزب تأشأت قضاء رجال أعمال يعني موظفين هي عملية يعني تأتي أرد فعلة على محاولة تغطية الفشل للذريع المنيت به الانتخابات الانتخابات كانت ضربة قاسم لقيس سعيد في مصاره الانقلاب كان يعتقد أنه بهذا المصار والخطة التي وعد بها الغرب ما يسمى بخارط طريق التي يعتقد أنه كان سيتوجها بالانتخابات الماضية الانتخابات شارك فيها أقل من 10% يعني أضعف انتخابات سجلت في العالم طبعا هو حاول أن يبين بأن هذا مكسب له لأن الناس لم تعتثق بالحكومة والدولة ولكن هو يعني ناقذ نفسه لأنه كانت عملية التعبئة من قبل قيس سعيد ومن قبل منظومة الانقلاب تعبئة يعني بددت المليارات من الدينارات التونسية في الدعاية والتحشيد للانتخابات بعد ذلك قيس سعيد نفسه يسفه الانتخابات هذا الدليل على حالة من التنى هو انتقل يعني لما يعني العالم الخارجي والقوى الوطنية بمختلفاتها شككت في يعني اعتبرت أنه هذا الانتخابات لا يمكن أن تؤسسها لا لشرعية ولا لمؤسسات دستورية ولكن ولا يمكن أن تكون المؤسسات المنبثقة عن هكذا الانتخابات هي مؤسسات تمثيلية للشعب التونسي الذي قاطع الانتخابات بالنسبة 90% هو انطلق في هذه الحملة من الاعتقالات للتغطية للأمانة أنا شخصيا لما أتابع منذ بدء الحملة نجح إلى حد الآن أو ينجح في صرف أنظار الرأي العام وحتى القوى السياسية على تثبيت المأزق اللي هو الانتخابات وفقدان الشرعية لأنه رغم أنه الأحزاب السياسية تقريبا مجتمع اليوم تعتبر أنه المنظومة الحالية فاقدة للشرعية وهذا سابق في تاريخ تونس أنه نظام قائم الأحزاب السياسية تعتبره يعني نظام غير شرعي إلى جانب هذا طبعا قيس سعيد عندما لاحظه من خلال متابعت ومنظومة قيس سعيد منظومة الانقلاب أنه الأحزاب بصدد التوحد هذا المسمى الخيام التركي وهو شخصية مستقلة نجح في يعقد جلسات للحوار بين مختلفة طياف القوى السياسية جلسات متتالية فانزعج منها يعني كان يرقبها وكانت العناصر الأمنية تتابع هذه الجلسات باستمرار يعني والأماكن التي تعقد فيها فصار عنده خوف كبير أنه القوى السياسية تتوحد جميعا وخاصة أنه المنظمات الوطنية التي تحذر في مبادرة يعني تم تسريب وثيقة سميت الوثيقة التمهيدية للحوار للإنقاذ تونس من الأزمة الحقيقة وثيقة معقولة جدا يعني تحمل منظومة قيس سعيد والانقلاب بالأزمة الراهنة التي تعيشها تونس يعني تعتبر أنه هناك انتكاسة على المسار الديموقراطي ما قبل الانقلاب يعني وتضع تقريبا منظومة الانقلاب أمام أمر واقع أما أنه نذهب لحوار وطني لينقاذ البلاد أو أنه بما معناه سحب الشرعية من هذا النظام هذا طبعا جعل قيس سعيد ومنظومة الانقلاب ترد بحملة اعتقالات ماذا يعني سحب الشرعية يعني هناك في أمر واقع موجود في تونس هذا الرجل المتمكن بالرغم كل ما نقوله بالرغم من كل الامتعاض الذي نبديه الحقيقة أنه متمكن هي وجالس وبيعتقل الناس وبيزج بهم بالسجون ما هي المنظومة التي تقف من ورائه في تونس والتي تمكنه من فعل كل ما يفعله منظومة الأمنية العسكرية قبل أن نتجاوب خليني أضيف على الشيء أنا في تصوري وهذا يعني أنا لا أقول شيء لكن أرجو أن أتأكد يعني الصلح لمعلوماتي أولا أنا أظن أن نقطة القوة عند سعيد ما يسمى نظافته أنه هو إنسان نظيف لم يسرق ولا كذا ثانيا أن الاعتقالات التي يقوم بها دا يجمع من كل الناس فاز دين وقضات ونهضة وإلى آخره وبالتالي فيها جزء كبير من الشكلية أنه يعطي الانطباع أنه هو دا يعمل بطريقة عادلة هذه تصوري أنه هذا اللي دا يستند عادل في ظلمه هذه اللي دا يستند عليها فهل هذا تصور صحيح أم لا؟ أنا كنت أتحدث على ما صار ما يسمى بخارط الطريق الشعب التونسي يعني روج في بداية الانقلاب تماما مثل ما وقع في انقلاب مصر الترويج أنه الشارع خرج ضد الشرعية ضد مرسي والشرعية لإسقاطه تم الترويج في تونس لنفس الوحد ولكن عندما اختبر الحديث على أنه الشرعية لقيس سعيد ولذلك يعني هو استجاب لنداءات واستجاب للتفويض الذي منح له انقلب على الدستور انقلب على المؤسسات الدستورية وأمسك بكل السلطات بين يديها القضائية والتشريعية والتنفيذية ولكن عندما اختبر هذه الشرعية المزعومة والشعبية المزعومة على أرض الواقع استشارة وطنية شارك فيها حوالي 20% فقط ثم تلتها استفتاع على الدستور شارك فيه حوالي 20% فقط وضعه هو بمفرده وانتخابات شارك فيها أقل 10% شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر